شهدت نصر اليوم حالة من التقس السيء حيث انخفضت درجات الحرارة وتساقطت الامطار الغزيرة على القاهرة والعديد من المحافظات ووصلت الى حد السيول بمناطق عدة على مستوى الجمهورية وادت الامطار الغزيرة الى شلل مرورية بالعديد من المحافظات وتسببت الامطار وارتفاع الامواج في اضطرار هيئة الموانئ البحرية لاغلاق عدد من الموانئ على البحرين الاحمر والمتوسط كما توقفت حركة الصيد ايضا واتوقع خبراء الارصاد ان تستمر تلك التقلبات الجوية حتى الثلاثاء وفي الاسكندرية تسببت موجة التقس السيء في كارثة انسانية حيث قتل ستة اشخاص سعقا بالكهرباء نتيجة سقوط كابل كهربائية لترام خط محرم بيك على مياه الامطار في اثناء اختبائهم من المطر وكانت المحافظة شهدت تقس سيئا تصاحبه رياح شديدة وهطول امطار غزيرة وتساقطت كرات الثلج ما تسبب في شلل مروري بشوارعها واشار خبراء الى ان الامطار بالاسكندرية كشفت انهيار البنية التحتية للمحافظة اشتركوا في القناة